سلام عليكم رضي فعلك هيكون عامل ازاي لو قلتلك ان انت دلوقتي تقدر تمسك الالكترونات بأيديك ايوه زي ما سمعت بالظهر والظاهرة تسمعها بلورة ورنة تم تصويرها الاول مرة سنة 2021 بلورة ورنة عبارة عن مادة غريبة شبه ارسل عسل جوه مادة تانية مصنع كلها من الالكترونات واللحط النظرية دي هو الفيزيائي يوجن فيجنة سنة 1934 لكن علشان نلقي نظرة مباشرة على الجليد الالكتروني فالموضوع ده خد 80 سنة اول صورة ظلرت منظرة اوي في نمط محكم بيكرر زي اجناحة الفراشة الزرق السوريارة بالظرق بيقول بحسين الدراسة دي اللي اتعملت في 29 تسعة سنة 2021 ان دي مش اول مرة يتم انشاء بلورة ورنة او حتى دراسة الخصائص بتاعتها لكن الادلة المرئية اللي جمعوها هي الاكثر تأكيدا وده اعتبر الوحيدة ان بتقدم دليل دامر على وجود المادة دي على فكرة جوه المواصلات العدلية زي الفضة والنحاس او اشباه المواصلات زي السلكم فالالكترونات بتتحرك بسرعة عالية اول درجة انها يضوبك تقدر تتفعل مع بعض لكن عند درجات الحرارة المنخفضة اوي سرعتها بتقل جدا تقريبا بتسحف وبيبدأ التنافق بين الالكترونات السالبة هو اللي سيطر ولما طقف خالص بتبدأ تغتب نفسها في نمط متكرر شبه ارسل عسل على شك تأنيل اجمال يستيلكها للطاقة وعشان نعمل ده على ارض الوقع فالباحثين حبسوا الالكترونات حرارة بين طبقات سميكة متضرر لاثنين من اجبال مواصلات وطبقوا مجال كهربائي علشان يزيلوا اي الالكترونات زيادة وبرضوا كل ده لخمس درجات فوق الصفر المطلق وبعد كده استخدموا جهاز اسمه المجرى بالنفق الماثر الجهاز ده بيشتغل ازاي بيطبق جرد كهربائي على طرف معدني حادة اوي قبل ما يمضروا فوق المادة على طول ساعتها الالكترونات بتضطر ان هي تقفز من الطرف لسطح المادة معدل القفز بقى بيعتمد على المادة الموجودة تحت الطرف الحاد بالفعل قدروا الباحثين يكونوا صورة لخطوط على سطح سنائي الابعاد عن طريق قياس الطيار تضفط للسطح عند كل نقطة لكن الطيار كان اكبر من لازم بالنسبة للجليد الالكتروني اول ما بيلمسه بيدور فدخلوا طبقه من زره واحدة من الجرافين فوق بلورة وجنار فالبلورة تفعلت مع الجرافين وثابت انطباع الجهاز يقدروا الباحثين يدرسوه والسناء دي قدروا الباحثين يحول البلورة دي لحاجة مادية بيقول فيزيائي علي يزداني من جامعة برنستو ان البلورة دي واحدة من ارواع المراحل الكمية اللي تم التنبؤ بيها وموضوع للعديد من الدراسة اللي قدرت توصل لدليل غير مباشر على تكوينها البلورة دي بتوضينا الطريقة اللي بتترتب بيها الزرات في المادة الصلبة وارتباط الزرات ببعض على نمط متكرر في الفضاء في المواد البلورية وطبعا اكيد البلورات دي هتتصرف وفقا للكوانتم لان الالكترونات مش جسيمات منفاصلة دي موجة فردية وعلى فكرة كان فيه تجارب كتير قوي متضمنة الانزمة صناقية الابعاد اللي تصممت لاكتشاف نتاج السلوك ده وبالفعل اللي هو ادلة غير مباشرة لان الادلة المباشرة كانت صعبة شوية كانت برنستون معلش اسمام صعبة شوية عملوا تجربة علشان يحلوا فيها كل المشاكل اللي قبل كده وبالفعل اكدت القياسات بتاعتهم ان الشبكة مسلسة ومبتتصرفش على مساحة صناقية الابعاد مش بس كده ده كمان لو انها مستقربة لما يزبط الكسافة مع درجة حراء عليه وده بيتعارض مع كل اللي قبل كده مش بس كده كمان لو ان الالكترونات ما بتجريلش نقطة واحدة في الشبكة ده موجودة على نطاب ضبابي كمان لقوا ان الحركة الكمية بتغطي حوالي تلت المسافة وده بيخلي البلورة كمومية بحتة لحد نقصد حالاتنا يا رب كنا جابتكو والسلام عليكم